اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة 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 ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة وتحديد القيمة القصوى للغرامة في حال المضاعفة بخمسمائة الف درهم وبالاضافة الى عقوبة الغرامة يجوز ايضا لكل من الهيئة من وسلطة مدينة دبي الطبية اتخاذ واحدة او اكثر من التدابير التي تشمل الانذار والايقاف عن مزاولة الانشطة المتعلقة بالضمان الصحي لمدة لا تزيد على سنتين والغاء التصريح نحن يعني منسلط الضوء اكثر على تفاصيل هذا القانون وتفاصيل هذه القرارات في الغد ان شاء الله اذا اسعفنا الوقت لان اليوم عندنا موضوع اخر ايضا موضوع مهم من اطرحها ضمن الملف الطبي لكن التفاصيل اكثر على هذا الموضوع نحن منسلط الضوء عليه ان شاء الله في حلقة الغد مع ان شاء الله مع الدكتور حيدر اذا توفر الوقت معاه او احد المعنيين في ادارة التمويل الصحي في هذا المجال ممكن نعرفكم اكثر على تفاصيل هذا القرار وايضا ممكن نفتح المجال اللي حاب يتداخل معاهم ويعرف اكثر عن هذا القانون فتريونا لي مباشر على هذا الموضوع عموما خبر ثاني الاطفال الخدج اكثر عرضة للتعثر في الدراسة والحياة تقول نتائج دراستين انه على الرغم من ان ولادة اطفال مبتسرين او خدج لم تعد تمثل حكما بالموت عليهم كما كان الحال في الماضي غير ان الكثيرين منهم يتعثرون في دراستهم ويواجهون مشاكل جمة في مراحل البلوغ ركزت احدى الدراستين على اكثر افراد هذه المجموعة عرضا للمشاكل وهم من ولدوا بعد فترة حمل لم تستمر اكثر من 28 اسبوع انا ما ادري كاتبين شهر بس انا ما اعتقد شهر اسبوع اي اكثر من 28 اسبوع طبعا ما خبرتكم معايا في ضيوف في الستوديو كان مفروض يعني بعد بعد الفاصل اعرف فيهم لكن بما انهم تكلموا وبأقول لكم امنوا معايا معايا الدكتورة نوفي الشريفة خصائي اول طب المجتمع والصحة العامة بهية الصحة في دبي ودكتور حامد يحيى حسين خصائي اول طب الاسر والمجتمع بهية الصحة بدبي بنتكلم بقولكم شو هو الموضوع لكن خلونا نرجع للخبر ركزت احد الدراستين على اكثر افراد هذه المجموعة عرضة للمشاكل وهم من ولدوا بعد فترة حمل لم تستمر اكثر من 28 اسبوع اذ اتضح ان اكثر من نصفهم واجه عجزا في القدرات المعرفية والادراكية من معتدلة الى شديدة وجاءت نتائج اختبارات التحصيل الدراسي لديهم دون المتوسط اما المجموعة الثانية فتضم من ولدوا قبل 32 اسبوع من الحمل ممن يلاحظون خلال مراحل البلوغ وسن الرشد انهم يختلفون عن اقرانهم الذين ولدوا بعد فترات حمل مكتملة في المشاكل الصحية التي ادت لتراجع جودة الحياة لديهم ايضا مستمعين عندنا فقرة التثقيف الصحي موجودة معنا اليوم مم مشكلة طيب هني يعني بحاول اتكلم انا عن شغلة او عن مجموعة من الملاحظات اللي يتناع على برنامج البث المباشر اللي كان قبل هذا البرنامج في بعض الشغلات اللي تطرق لها المستمعون لكن خلونا نطلع فاصل وما نرجع بس هذا التعليق على هذا الموضوع وايضا ندخل فيه موضوع الملف الطبي لهذا اليوم فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع منسلسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم نور دبي مستمعين تعد الصحة المدرسية أحد أهم أركان المنظومة التعليمية في إمارة دبي وتركز على تعزيز الجانب الصحي لدى الطلبة ووقايتهم من الأمراض المختلفة للوصول إلى جيل صحي معارفة وخال من الأمراض وبما يتماشى مع مقولة العقل السليم في الجسم السليم موضوع الصحة المدرسية أهميته أهدافه دور وجهود شعبة الصحة المدرسية في هيئة الصحة في دبي في هذا المجال هي محاور نقاشنا اليوم مع ضيوفنا في الستوديو اللي عرفت فيهم قبل الفاصل لأنهم استعيلوا في الحديث مع أيا حياكم الله معايا دكتورة نوف الشريف أخي صايا أول طب المجتمع والصحة العامة في هيئة الصحة في دبي حياك الله معنا دكتورة الله يحيي ودكتور حامد يحيي حسين أخي صايا أول طب الأسرة والمجتمع في هيئة الصحة في دبي أتمنى من الجماعة بعد كذلك إذا المداخلات موجودة في هذا المجال بعد يخبرونا عموما اسمعوا لي دكتور ببتدي مع دكتورة نوف دكتورة يعني مفهوم الصحة المدرسية أهدافها بشكل عام شو ممكن نقول عن الصحة المدرسية كيف ممكن نعرفها أول شي صحة المدرسية هي عبارة عن مجموعة البرامج والأنشطة والخدمات التي تقوم شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي بالإشراف والتنسيق والتنظيم على تنفيذها في المدارس الخاصة بدبي والمصممة لتعزيز صحة الطلاب من الناحية الصحية من الناحية النفسية من الناحية الاجتماعية والبدنية ووقايتهم من الأمراض هذا تعريف الصحة المدرسية فأهداف الصحة المدرسية طبعا كثيرة بس أهم الأهداف عندنا أول شي تقويم صحة الطلاب والطالبات بالتعرف على المؤشرات الصحية بحجم المشكلات الصحية المنتشرة بينهم مثلا أقولك عن البدانة زيادة الوزن أمراض الربو أمراض السكر أمراض العيون عدنا عدة يعني أمراض معدية وغير حتى الأمراض المزمنة أيضا عدنا نسوي نحاول نحن نحفظ حفظ صحة هذا الطلاب والطالبات والمؤشرات الصحية نخليها ضمن المستوى المطلوب يعني نحاول دائما نسوي لها مثلا نقول نشوف مثلا الوزن هذا الطفل عندنا الكتلة الجسم نشوف إذا كان عنده أمراض ربو نشوف التطعيمات هل مكتملع تطعيماتها ولا نراجعها معا أيضا نحن ننظم تنظيم العيادات الصحية في المدارس والعاملين بها من خلال الزيارات الإشرافية نحن يوميا عندنا زيارات إشرافية على المدارس من الكادر من الطاقم الطبي من عندنا أو التمريضي أيضا من ناحية التدريب من ناحية الكفاءات هذا كلها نحن نشوف ننظم فيها العيادات أيضا من أهداف الصحة المدرسية طبعا ويد مهمة الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية مثل ما تفضلت أنا قبل شوي قلت إن الأمراض المزمنة مثل السكر الربو أما الأمراض المعدية ويد عندنا إننا نحد من الانتشار بها أيضا سيطرة على المشكلات الصحية الموجودة في المدارس طيب دكتورة يعني هذه صورة عامة للأهداف الخاصة بالصحة المدرسية يعني إذا يت بتكلم عن مكونات الصحة المدرسية شو هي مكونات الصحة المدرسية؟ مكونات الصحة المدرسية عندنا ثمان مكونات حسب المعايير بعد العالمية داخل الدولة وأيضا عالمية من مكونات الصحة المدرسية أهم شي عندنا تعزيز صحة الطالب والطالبات عن طريق تشجيع الممارسات من طريق التغذية السليمة النشاط البدني رقم اثنين عدنا التطعيمات احنا التطعيمات نسويها عن طريق البرنامج الوطني للتحصين نشوف هذا الطلاب والطالبات هل هم مكملين تطعيماتهم ولا مو بمكملين نحاولنا نتابعهم ونحاولنا نحسهم ان يأخذون هذه التطعيمات سواء كانت داخل المدرسة او خارج المدرسة ايضا عدنا من اهم المكونات عدنا المسح الدوري او التحري للامراض الصحية ايضا عدنا البيئة المدرسية البيئة المدرسية هي بالتعاون مع ادارة التنظيم الصحي ايضا بالتعاون مع هيئة المعرفة تحقق من تطبيق المعايير الصحية العالمية مما يتعلق بالبيئة المدرسية يعني هل هي ملائمة لمواصفات المعايير العالمية من ناحية المرافق من ناحية المرافق الصحية من ناحية الصفوف نفسها من ناحية الساحات من ناحية المطاعم أو الكافتيرية هل هي مطبقة لهذه المعايير أم لا أيضا عندنا إجراء البحوث نحن نعمل سنويا بحث أو بحثين من أجل التعرف على حجم المشكلات الصحية المنتشرة وعوامل الخطورة المتعلقة بها أيضا وايد مهم عندنا التوعية التوعية المدرسية نحن نسوي تثقيف الصحي والتوعية داخل المدرسية جدا مهم ما يكان للطلاب والطالبات أو للكادر الطبي والتمريضي تحسين الجودة وتحسين صحة الطاقم الصحي والمكون المهم جدا لازم عندنا يكون وايد مهم مشاركة الأسرة والمجتمع في هذا جميل دكتور حامد يعني المهام والدور الذي تقوم به شعبة الصحة المدرسية في هذا المجال يعني استكمال الكلام الذي طرحته دكتور رانوف شكرا جزيلا الحقيقة فيه مهام كثيرة تقوم بها الصحة المدرسية في هيئة الصحة في دبي وهذه المهام تشمل ابتداء من تقديم الخدمات الطبية والتي تعني أنه عدد كبير من الطلبة يحتاج عنهم أمراض يومية في راجعون العيادة المدرسية حتى للحصول على العلاج اللازم وعدنا أيضا من المهام التي تقوم بها الصحة المدرسية هو تغطية بالوقاحات الأساسية المطلوبة للأطفال في هذا العمر وفق البرنامج الوطني الموسع للتلقيحات ومن المهام التي تقوم بها الصحة المدرسية أيضا موضوع التثقيف الصحي على نطاق واسع ومن المهام أيضا اللي تقوم بها الصحة المدرسية هو موضوع الفيزيكال اكتيفتيز اللي هي النشاط البدني اللي تشرف عليه الصحة المدرسية لأنه النشاط البدني واحد من المكونات الأساسية اللي تعزز الصحة لدى الطلبة وعدنا ما يسمى بالكاونسلينج اللي هو الدعم النفسي التعزيز والدعم النفسي للطلبة والدعم النفسي والاجتماعي من خلال اختصاصيين النفسيين والاقتصاصيين الاجتماعيين وعدنا ما يسمى بالتعزيز صحة العاملين في المدارس ليس فقط الطلبة وإنما الاستافي الآخر العاملين في المدارس والقيام بالشراكات الاستراتيجية مع عوائل الطلبة أي أن ادخال عوائل الطلبة والآباء كشريك أساسي في تقديم الخدمات من خلال برامج نتوجه بها إحنا إلى هذه العوائل ونعمل سوية معهم لتنفيذ برامجنا مما يودي إلى تعزيز عمليات نجاحها والحصول على نتائج جيدة فيها جميل دكتور يعني الدور اللي تقوم به هذه الشعبة هي دور قوي ومهم جدا في مجال التوعية والتثقيف وأيضا في مجال العديد من الأمراض اللي تستهدفها أنا بتناول هذه النقاط بشكل مفصل لكن خلوني أرجع أتكلم عن عدد المدارس اللي يتم الإشراف عليها ومدى تعاونها معكم في رفع الوعي الصحي لدى الطلبة نحن عندنا 175 مدرسة داخل إدبي طبعا نحن المدارس الخاصة وطبعا من ناحية التعاون لجميع المدارس طبعا في البداية ومبدينا شعبة صحة المدارس شوية كانت المدارس مشكلة ممت قبلة بس بعد الحوار معهم والتواصل معهم المدارس الحمد لله جميعها متعاونة معنا من كل النواحي من ناحية التطعيمات من ناحية التوعوية ومن ناحية التثقيف ومن ناحية المسح الصحي للطلب جميل طيب بالنسبة لدور وجهود الشعبة الصحة المدرسية في مجال التوعي والتثقيف تخبرين بس عن هذا الدور والمجهود والحملات اللي تسوونها في هذا المجال؟ احنا في عدنا عدد كبير من الحملات نقيمها سنويا في موضوع التوعية والتثقيف وفي مواضيع اخرى ايضا والعلى من ابرز الحملات اللي قامت بها شعبة صحة المدارس ومؤسسات تعليمية في القطاع الرعاية الصحية الاولية في هيئة صحة في دبي لعامي 2014-2015-2016 قمنا بحملتين كبيرتين جدا تعتبر جزء من حملات وطنية شملت كل اراضي الدولة ولكن احنا نفدنا الجزء الخاص به في دبي فقمنا بحملة التغطية بتلقيح شلل الاطفال واللي شمل مرحلتين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية المرحلة الاولى تمكنها من تغطية حوالي 80% من طلبة المدارس الخاصة في دبي بلقاح شلل الاطفال والمرحلة الثانية تمكنها من تغطية حوالي 86% من طلبة المدارس خاصة في دبي في الجرعة الثانية لشلل الاطبال وهو واحد من متطلبات منظمة الصحة العالمية لدولة الامارات العربية المتحدة كالتزام منها للتخلص والقضاء من مرض شلل الاطفال ولكون الدولة محاطة بعدد من الدول الموبوءة بهذا المرض ولكون هذا المرض فتاك ومؤذي فتبنت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية إطلاق حملة شلال الأطفال وقمنا إحنا مباشرة في دبي في المدارس خاصة في دبي بتنفيذ جزء خاص من الحملة فيما يخص مدارس خاصة في دبي وكانت هناك حملة أخرى هي حملة الحصبة التلقيح ضد لقاح الحصبة كالتزام أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة مع منظمة الصحة العالمية للتخلص من مرض الخاصبة لكون هذا المرض أيضا من أمراض الطفولة الفتاكة وتمكننا بعون الله أن نحقق تغطية بحوالي 80% من طلبة المدارس الخاصة في دبي بلقاح الحصبة بحدود 200 ألف طالب يعني استطعنا أن نلقع 200 ألف طالب بلقاح الحصبة وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا واحنا نفخر به واستطعنا أن نحصن هذا العدد الكبير من الأطفال في أثنين من أمراض الطفولة القاتلة اللي هي شلل الأطفال والحصبة واستطعنا أن نضع إمارة دبي في المكان الآمن فيما يخص التعرض لهذه المرضين الخطيرين جميل دكتور هذه تجربة من التجارب المهمة كانت في والحملات المهمة اللي حقيقة قمتم فيها هناك أيضا المزيد من التفاصيل الخاصة بالمهام والحملات اللي تقومون فيها بالنسبة للصحة المدرسية نحن نتكلم عنها بتفاصيل أكثر ومن الطرق لبعض المحاور الأخرى لكن من بعد ما نوقف مع هذا الفاصل القصير إن شاء الله ومن أرجع لكم مستمعين فاصل وراجعين لكم صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي عموما قبل الفاصل كنا نتحدث حقيقة عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الصحة المدرسية وأذكركم بضيوفي في البرنامج الدكتور النوف الشريف أخصائي أول طب المجتمع والصحة العامة بهيئة الصحة بدبي والدكتور حامد يحيى حسين أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع بهيئة الصحة بدبي دكتور حامد تحدثنا عن حملات التوعوية التي تقوم أو تنظمها الشعبة والأمراض التي تستهدفها قبل الفاصل لكن للبحوث والمسوح الطبية والمسوح الميدانية أيضا نصيب من مهام هذه الشعبة يا ترى ما هي البحوث والمساحات الطبية التي تقوم بها الشعبة والفئة العمرية التي تستهدفونها من خلال هذه المسوح الطبية شكرا جزيلا بعد إحنا واحدة من أهم الأهداف والاستراتيجيات التي نتبناها في مدارس دبي وهو الإجراء الفحوصات الكشف المبكرة عن الأمراض لأن الكشف المبكرة عن الأمراض يعني تفادي هذه الأمراض بسهولة ويعني كلف أقل ويعني نتائج جيدة جدا ولذلك واحدة من أهم الاستراتيجيات الصحة العامة هو أن تتحرى الكشف المبكرة عن الأمراض ولذلك عندنا برنامج طموح جدا في هذا الموضوع وإحنا سايرين بالاتجاه الصحيح في تطبيق هذا البرنامج وتمكننا من تطبيق عدد كبير من مفرداته فيما يخص مثلا إجراء المسحل والكشف المبكرة عن السمنة وزيادة الوزن لدى طلبة مدارس دبي وكذلك إجراء مسحل الصحة النفسية وكذلك مسوحات صعوبات التعلم والنطق ومسوحات العواق البصري والعواق السمعي وهذه الأشياء كلها فالحقيقة استطعنا حتى هذه اللحظة من تطبيق عدد كبير من برامج المسوحات المبكرة الكشف المبكرة عن الأمراض وحصلنا على نتائج جيدة جدا في استقصاء عدد من الطلبة في هذه المراحل المبكرة في أن نعدهم بعض الاضطرابات أو يحتاجون إلى بعض الانتباه وبعض التدخل لتمكينهم من الحصول على أعلى مستويات الصحة وتفادي لأنه إذا كان قد استمر معهم هذه الاضطرابات والعواقات ممكن تؤدي إلى مضاعفات أكبر وتؤثر على وظائفهم اليومية قد استطعنا في المرحلة الأولى من تشخيص عدد كبير من الطلبة اللي يحتاجون إلى إسناد ودعم في مواضيع الصحة النفسية وفي موضوع السمنة وفي موضوع صعوبة النظر وفي صعوبة السمع وفي موضوع صعوبات التعلم فالحقيقة عندنا عمل جاد وطموح وعندنا نتائج جيدة في هذا الموضوع وإحنا جالسين نتعامل مع عدد من الأطفال اللي استطعنا نشخصهم بشكل مبكر من خلال إحالتهم إلى المختصين ومن خلال التعاطي مع هذه النتائج لتصحيحها وليوضع الطلبة بالوضع الصحي السليم اللي يمكنهم من الأداء الكاديمي الناجح جميل إذن هناك جهود أيضا في مجال تدريب وتوجيه العاملين في العيادات الصحية المدرسية دكتور هذا من المحاور الأساسية عندنا لأنه احنا نعتقد أنه كل ما تستطيع أن تبني قدرات المزودي الخدمة أنت تعمل على رفع مستوى الخدمة وجودتها وكفاءتها فاستطعنا أن ندرب عدد كبير من الأطباء والممارضات العاملين في عيادات الصحة المدرسية في دبي وكان هذا بحدود حوالي 180 طبيب من مدارس دبي وحوالي 350 ممرضة استطعنا أن ندخلهم هناك ثلاثة أنواع من التدريب المارسة السمي إنسيرفز ترينينغ اللي هو التدريب من خلال تقديم الخدمة من خلال تواجدنا المباشر وتواجد ممارضات الشعب المباشر بالمدارس يوميا وأثناء تقديم الخدمة من قبل الكادر الموجود في عيادات المدارس احنا نعطيهم التوجيهات وبنقوي ونعزز السلوك الصحيح عندهم وبنعلمهم على نقاط الضعف وإلى آخرها وعندنا نوع آخر من التدريب نسمي هي الوركشوبز اللي هي ورش العمل والمحاضرات والبي ألا إس وأنواع أخرى من خلال القاعات ومن خلال صفوف الدرس فهذه أنواع مختلفة من التدريب نحن نقدمها واستطعنا أن نغطي عدد كبير جدا وصل إلى بحدود 350 ممرضة وحوالي 180 طبيب خلال السنة الماضية فأنا أعتقد أن جهودنا في موضوع التدريب هي جهود طموحة وجهود جيدة وعدنا بعض برنامج مستقبل يطموح للرفع كفاءة العاملين في جميل دكتور نوف يعني دور الشبع في أعطاء اللقاحات للطلبة يعني هل هذا الموضوع يتم بطلب من المدارس أم حسب البرنامج الوطني للتحصين ولا شو آلية العمل في هذا المجال أول شيء التطعيمات طبعا دور مهم أو أساسي طبعا لحفظها على صحة الطلاب والطالبات وهو يعتبر مكون أساسي من مكونات ببرنامج الصحة المدرسية ضمن المعايير العالمية أو الوطنية فطبعا اللقاحات أو التطعيمات هي أساسية تطبق بالبرنامج نحن نطبقها نفس البرنامج الوطني الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا ضمن المعايير العالمية واللقاحات عندنا بعدة أشكال فلازم أول شيء تكون العيادة أو عيادة المدرسة تكون أول شيء مرخصة من إدارة التنظيم الصحي يكون عندها ترخيص والأطباء والموريدين يكونوا أيضا مرخصين منها فاللقاحات تتم بعدة أشكال في المدارس الخاصة أول شيء المدارس الخاصة ترسل لنا طلب أنها تبقى تعطي تطعيمات حق هذا الطلاب أو هالطالبات أحنا نشوف حسب البرنامج الوطني للتحصينات نشوف هالطالب في هالعمر هل هو يحتاج مثل شلاطفال هل هو يحتاج في هالعمر الحصبة في التطعيم فأحنا نشوفها ونراجع عليها عسب ما نقدر نعطي حد بالغلط فاهم عليه فأحنا نراجع هالكلها ونرفعها لعدنا نحن في الصيدلة فهم يوفرون التطعيمات فأحنا ناخذ هالتطعيمات نعطيها حق المدارس عسبهم الطبيب المرخص أو المورودة المرخصة تعطي هذا التطعيم حق هذا الطلاب أو عن طريق عندنا نوع ثاني هي عن طريقنا فيه بعد المدارس الخاصة في دبي عقدة معانا عقد إننا نحن من شعبة صحة المدارس والخدمات الطبية إننا نروح كطاقم طبي وتمريضي لهالمدارس ونلقح فيها الطلاب والطالبات جميل أنا هنا أبغى تكلم عن المدارس بشكل تفصيل وخلوني أخذ هذه المداخلة مع دكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصح في هيئة الصحبة دبي مرحبا دكتور وموضوعنا اليوم يعني نتحدث فيه عن بعض الأمور اللي تخص شروط ومعايير ترخيص العيادات المدرسية شو هي شروط المعايير اللي تعتمدونها ياهلا مرحبا فيكم والمستمعين ورحب بالدكتور حامد والدكتور نوف وبجميع المستمعين شروط ترخيص العيادات المدرسية إدارة التنظيم الصحي تقوم بترخيص العيادات المدرسية في القطاع الصحي في المدارس الخاصة تعتمد شروط ترخيص المنشآت الصحية في المدارس على عاملين عامل المهنيين المطلوبين لتقديم الخدمة مثل ما ذكرت الدكتورة نوف قبل قليل الكادر التمريضي الكادر الطبي لازم يكون هناك ممرضة قانونية مرخصة من هيئة الصحة قادر على تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في حسب الصحة المدرسية وشيء الآخر نحن نركز عليه هو وجود الطبيب ففئات الأطباء لإدارة تنظيم الصحية تسمح فيهم هم أول شيء طبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو طبيب العام حسب عدد الطلاب في المدرسية طيب ماذا التزام هذه العيادات بالقوانين واللوائح التي تحطونها أنتو دكتور تمام طبعا في تفاوت في مستوى الالتزام في أحد الصعوبات الدائمة الموجودة هي توفر الطبيب بشكل متواصل لهذا السبب إدارة تنظيم الصحية بالتعاون مع شابة الصحة المدرسية في هيئة الصحة بدبي وضعت بعد المعايير والمتطلبات لوجود الطبيب بشكل يقدم الخدمة الصحية فأحد المعايير تم وضعها هي عدد الطلاب فكان في حال وجود أقل من 1500 طالب في المدرسة طبيب بعمل جزئي هذا أحد الاشترافات لترخيص العياد الصحة المدرسية في المدرسة جميل أما إذا كان عدد طلاب أكثر من 1500 لازم يكون الـ 3500 يكون وجود طبيب بدوام كامل أو وجود طبيبين بدوامين مستوصلين ممتاز طيب دكتور الآن هل تخضع هذه العيادات للرقابة من قبل الهيئة؟ يعني هل يوجد عليها التختيش دوري أن ترى المفاتيشين يمرون عليهم بشكل دوري؟ طبع ما شاء الله هناك تعاون طيب من شعبة صحة المدرسية وإدارة التنظيم الصحي هناك سرق عمل متواصلة تقوم بالسيارة شعب الصحة المدرسية هدفها تعليمي توعية مثل ما ذكرت الدكتور نوف والدكتور حامل إدارة التنظيم الصحي هو رقابي فالدور الرقابي طبعا صعب تجمعه مع الدور التوهية والتفقيف والألزلات يعني الدور أحيانا بيكون منفصل المهام اللي يقوم فيها إدارة التنظيم الصحي بتقوشي زيارات ميدانية عادة بين زيارتين لثلاث زيارات في السنة حسر بحجم المدرسة والخدمات التي تقدمها وفي بناء أداية الفاتيشين بيقوموا بوضع بعض الملاحظات وترفعها للإدارة حسب جميل وأيضا إذا في ملاحظات من قبل أولياء الأمور أو حتى يعني يدكم بعض الملاحظات على العيادة الموجودة بأي شكل من الأشكال أنتم تقومون بتفنيد هذه الملاحظة وزيارة المستشعى بشكل هذا طيب دكتور الآن إذا أنا ما أتكلم على أولياء الأمور إذا حابين تواصلون مع شعبة مع التنظيم الصحي في هذا المجال شو الأرقام اللي ممكن يتصلون عليها؟ إذا التنظيم الصحي العنوية المتواصلة دائما 800 DHA هي الرقم الرئيسي لها 8342 وتم تحويل المكالمة لإدارة التنظيم الصحي والتعامل مع الشاكور حسب حالتها ووجدتنا معي ما شاء الله أنه كان في تطور بالالتجام بالخدار وهذا هو المهم يعني هذا هو المهم دكتور محمد وسامة كيالي رئيس قصم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي هي الصحة في دبي شاكرين لك هذه المداخلة شكرا جزيلا دكتور دكاتور نحن نرجع على السريع نتكلم عن بعض المحاور على عجالة بالنسبة لي العيادات المدرسية دكتور حامد لديكم دليل التثقيف الصحي نتحدث عن هذا الدليل وأبرز النقاط اللي يركز عليها والتحديثات اللي يت على هذا الدليل بالمختصر المفيد إحنا يعني يشار أنه لأنه إحنا استطعنا أن نطور دليل يكاد أن يكون ناجح بكل مقاييس يعني من من زمن وإحنا عاملين على تحديث هذا الدليل كل ثلاث أربع سنوات شو أبرز النقاط اللي فيه؟ أبرز النقاط اللي استطعنا نحدثها في هذا الدليل إنه عملنا أضفنا عدد من البروتوكولات اللي هي بروتوكول مثلا حماية الطفل بروتوكول الأمراض المعدية بروتوكول الأمراض غير المعدية وهذه كل شيء جديد وكذلك استطعنا نعزز الموضوع التنظيمي بالمدارس أيضا اضفنا فصل جديد في موضوع التنظيم واضفنا محاور أخرى في موضوع الإجوكيشن اللي هي التثقيف الصحي وموضوع الإصحافات الأولية فاستطعنا يعني الدليل مالتنا الآن كل التحديثات اللي جارية تحصل بالعالم استطعنا أن ننظيفها إلى الدليل القديم وإحنا الآن على وشك إصدار هذا الدليل الجديد يعني على السنة الدراسية الأكاديم كير السنة الدراسية القادمة بداية سنة الدراسة القادمة إن شاء الله يطلع هذا الدليل ونوزع على المدارس بس الآن الدليل الموجود اللي هو السابق إليه أيضا هو يفي بالغرض والمدارس تعمل بموجبة جميل بس حبيت أدخل مداخلة مع دكتور حامد في ناحية التثقيف الصحي ومجال التوعوية يعني نحن هيئة الصحة بالذات شعبة صحة المدارس في الرعاية الصحية ولي تلعب جهد كبير في هذا المجال وبذلك نتعاون على تنفيذها مع المدرسة وهيئة المعرفة والقطاع الخاص يعني نقوم غير الدليل للتثقيف الصحي نعمل بعض الحملات التثقيفية بصورة مباشرة للمدارس أو غير مباشرة للمدارسة عن طريق القطاع الخاص بس نحن دايما نتعاون معهم بما يحقق أهداف هيئة الصحة والرعاية الصحية الأولية جميل طيب دكتورة يعني في الختام نصايح توجهون للقائمين على المدارس وللطلبة ولذويهم بشكل عام في دقيقة بتفضل أنا بقول كم النقطة والدكتور حامد أهم شيء أهم شيء يكون في تعزيز الشراكة والتعاون معنا نحن كأطباء في شعب صحة المدارس ومع الأهل والمدرسة ليش؟ لأن الأهل يلعبوا دور أساسي في صحة الطالب والطالبة أيضا حاب نحن ندخل النشاط البدني في المناهج المدرسية يعني يكون لها دور أساسي في المناهج المدرسي هذا جدا مهم لصحة الطلاب أيضا حث المدرسة على تشجيع الطاقم التدريسي على توعيط الطلاب بالسلوكيات الصحية مثل غسل اليدين وكيف تقي نفسك من الأمراض المعدية عن طريق متابعة التطعيمات نعم دكتور تفضل نحن نعتقد أنه نصف سكان دبي موجودين في المدارس وهذا مهم جدا فنعتقد أن المدارس بيئة حيوية يجب أن يشترك الجميع بالتعاون بها ونحن ندعو الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين للتعاون مع هيئة الصحة في دبي للوصول إلى نتائج المخططة لهو المرسومة ونحن نضم صوتنا لصوتك دكتور حامد يحيى حسين خصائي أول طب الأسرة والمجتمع بهاية الصحة في دبي شكرا لك وشكرا جزيلا دكتور رانوفي شريفة خصائي أول طب المجتمع والصحة العامة بهاية الصحة في دبي كذلك نحن ندري التنسيق معاكم كان في الوقت بدل الضايع لكن إزاكم الله خير وجودكم أثر هذه الحلقة وأثرانا بالعديد من المعلومات فشكرا جزيلا لكم طيب مستمعين الآن في أحد المواضيع اللي تم تناولها حقيقة في البرنامج الشهير جدا والكلي تابع برنامج البث المباشر هناك العديد من الملاحظات التي جاءت على مركز ند الحمر وأيضا كان في اتصال من أحد المستمعين على بعض النقاط اللي وردت لهذا البرنامج نحن كنا نحاول أن نتداخل مع أحد المعنيين من مركز ند الحمر لكن يمكن الوقت ما أسعفهم أن هم يتواصلون معنا في هذه الحلقة لكن اللي برد عليه أنا تقريبا بعض الشغلات البسيطة يعني نحن نقدر هذا الاتصال الجميل من المستمع ونقدر الحالة اللي كان فيها بغض النظر عن الأمور اللي تطرق لها منها يعني أنا ما سمعت المكالمة من البداية لكن قاعد أشوف المسيجات اللي موجودة عندي هنا فالكل قاعد يتحدث أن كلام الأخ صحيح بخصوص عيادة ند الحمر وانا من سكان ند الحمر ومن كم يوم رحت مع زوجتي والطفل معنا وكملنا أربع ساعات في المركز وأيضا هناك حد تحدث عن ساعات الانتظار وأن هذا الموقف يصادفه بشكل مستمر كلما يروح العيادة هنا أنا أريد أن أتحدث حقيقة عن الموضوع اللي تطرق له هو تطرق أن أخذ أربع من عياله لزيارة عيادة الأسنان وأنا أحاول تواصل مع المستمع نفسه بعد ما يزودوني بالأرقام إن شاء الله ومن حوله على المعنيين عندنا في الهيئة لكن بس أبغي أتطرق لهذا الموضوع لأن يا جماعة الخير بغض النظر الآن ليس هناك قانون يمنع أن في أكثر من طفل يزودوني بالطبيب في نفس اليوم ليس هناك قانون يمنع بهذا الشكل لكنها إجراء تنظيمي يعني الحين أنا أعطيكم التفاصيل هذه على أساس أن أطلع للفلر بعد بشكل سريع العيادات الأسنان تستقبل ثلاث أطفال من نفس العائلة وإذا كان في مجال لاستقبال الطفل الرابع يتم استقباله إذا كان في مجال لكن بخبركم سافة واحد من الأخواني زاه الله خير يعني خذ موعد لسبعة من أفراد عائلته توجه لأحد مراكزنا الصحية خلال هذه الفترة سبعة من أفراد العائلة عند طبيب واحد تم حجز الدكتور هذا لأفراد العائلة هؤلاء العميل العزيز ما حضر الموعد وقعد الطبيب يوم كامل من غير شغل لأنه مرتبط بمواعيد مع أفراد هذه العائلة ولا واحد فيهم حضر لأن ولي الأمر ماية هذه النقطة النقطة الثانية الآن إذا أنا بروح المركز وبحدد لا أنا أبغي الدكتور فلان الفلاني ما أبغي أشوف دكتور ثاني أبغي أدخل أربعة أو خمسة من أطفالي على هذا الدكتور طيب يا جماعة الخير هذه عملية غير تنظيمية أنت تأخذ يعني قاعد قاعد تحاول أنك تسبب لنا خلل في آلية العمل اللي عندنا في المراكز الصحية شغلة ثالثة يا جماعة الخير هذه أسنان ما تتلوت ولا ما يعني الواحد ممكن يصيب شي فيه بين يوم وليلة ركزنا وما زلنا نركز في هذا البرنامج الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج الخطة اللي حاطينا نحن الآن هي عملية الوقاية نحن ليش نوصل عيالنا أربعة من عيالي أوديهم في نفس اليوم عند الطبيب يعني معقولة أربعة عندهم مشاكل في الأسنان يا جماعة الخير خلونا نهتم بعيالنا نبعدهم عن العيادات نبعدهم عن التوجه إلى الطبيب لا يعني بودي الاستشارات البارحة كنا نتكلم على موضوع صحة الفم والأسنان وكانوا معنا وذكرة الطبيب حتى كل ستة شهور حاول تمر مع عيالك للعيادة كل ستة شهور لو ما عندهم مشاكل بس لازم تمر عليهم عموما نحن نحاول إن شاء الله هذه الملاحظات نحاولها للمعنيين في إدارة مراكز الصحية الأولية رعاية الصحية الأولية ويردون علينا إن شاء الله وبيتواصلون معاكم في هذا الموضوع خلونا نطلع على هذا الفلر التثقيفي وما نرجع لكم صحة وسعادة تنطلق من مطارات دولة الإمارات فحلات لواي الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية سعيد يا سعيد إذا مسافر لهذه المناطق لابد أن تأخذ احتياطك من مجموعة من الأمراض الإستوائية وأبرزها الملاريا لأن العام اللي طار 214 مليون شخص وصيبوا بالملاريا 90% من اللي توفوا كانوا من أفريقيا الملاريا مرض طفيلية اتقل بالدم بلدغة من إحدى ألواع البعوض المشكلة إن أعراض الملاريا لا تضر إلا بعد لدغة البعوضة بسبعة أيام أو أكتر وتكون في البداية خفيفة لكن الأعراض تشتد مثل الحمة المرتفعة والرعشة والغثيان وفقر الدم ولازم يتم علاجها بسرعة معدلات الوفيات بالملاريا انخفضت حوالي 50% من عام 2000 لليوم وإذا نوين يزورون بلدان معرضاً للملاريا عليكم بالملابس اللي أكمامها طويلة واستعمال الكريمات الطاردة للبعوض ولا تنسون استشارة طبيبكم لأخذ الدواء المضاد للملاريا وعساكم دوم صحة وسعادة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم كل الشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وتحيات مخرجنا ساد عيسى سبيل وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة تقبلوا أطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي